موسيقى اليوم سنتحدث عن جفاف الأسنان في رمضان جفاف الأسنان سنفرقه ما بين جفاف الأسنان اللي يكون ناتج عن الأمراض المزمنة بحل داء السكري لاغوت أو أخذ الأدوية على المدى الطاويل في حل لزنتي ديبرسور بعض الأدوية في حل لزنتي أنفلماتور أو بعض المضادات الحيوية وبين جفاف الأسنان ناتج عن الصوم اللي هو رجع عن نقصان في إفراز مدى اللعب من طرف الغداد المسؤول عن إفراز اللعب بسبب نقص في استهلاك السوائل عامة خاصة اللي هو المكون الرئيسي لللعب باش نوجه مشكلة جفاف الفم والأسنان أخذنا ناخد السوائل والماء خاصة بكمية كافية بين وجبتي الفطور والصحور أخذنا نجنب المشروبات اللي كتحتوي على السكريات أو على مادة الكافيين أخذنا نجنبوا الحق التدخين أخذنا نستعملوا ليبان دو بوش اللي هي محالة المطهرة للفم اللي خصيصاً جفاف الفم وكذلك واحدة قضية مهمة هو كين بعض الناس كيتنفسوا من الفم ديالهم حيتاش ما كيمكن لهم شي تنفسوا من الأنف ديالهم وبسبب المشاكل في الجيوب الأنفية أو مشاكل الحساسية وبالتالي خصوم يتوجهه عن طبيب الأنف والأدوان حنجرة باش يحيدوا هاد المشكل ويبدو يتنفسوا عن طريق الأنف بدل الفم اشتركوا في القناة